كابتن اسلام بجد التحييليك وكل مشاهدينا وامتابعينا من كل شاشة قناة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كابتن سامي ومصار مدارف فريق النادي الاهلي ببركلك يا كابتن سامي ألف وبروك النهاردة بالفعل كان فيه تضحياته وكلمت مع الكابتن طاري على هذا الأمر تضحياته انكرزاته عزيمة وإصرار هو ده النادي الاهلي وهي دي قيمة تشارة النادي الاهلي ألف وبروك يا كابتن سامي الحمد لله وبروك عليك ومبروك على جمهور النادي الاهلي وزي ما أنت قلت النادي الأهلي دايما موجود في الموعد الحمد لله لعبة على قد المسؤولية الحمد لله سبتنا أننا حقياتنا بتقاهل ويمكن لو أنت كنت تتكلمت على شكل مجموعة في الأول كنت أكيد ستحط النادي الأهلي في المقدمة وده الحمد لله اللي حصل وضع الطبيعة الحمد لله رجع تاني بمجهودنا وأداء لعبتنا فالحمد لله وبشكر طبعا جمهور النادي الأهلي على الدعم الكبير للوقف صدمة ساعد لعبة كتير جدا في أوقات كتير منبورة كان داعم كبير ليهم اداءهم ثقة اداءهم قوة وده الحمد لله داع عهدنا دايما بجمهورنا دي الأهلي الجاز الفني حضر فني بشكل كبير جدا لكن على ما أعتقد الجانب النفسك ليه دور كبير وتهيئة كل اللعيبة لهذه المبورة كليه دور كبير جدا أكب ساب طبعا مستمرت دايما بيتكلم في كل الجوانب وده مهم جدا يعني الجاز الفني لازم يراعي كل الجوانب سواء نفسية بدنية خططية فأعتقد اللي هو الحمد لله الراجل دا المبورة في شكل كويس جدا قبل وأثناء وبينه شوطين أعتقد الحمد لله دا كان باين جدا على دا اللعيبة وباين جدا على شكل الفرقة وباين جدا حتى على التغييرات الحمد لله كانت مؤسرة الحمد لله زي ما أنت قلت كل المبورة بنسبة لنا برضو بيبقى فيه إجابات كبيرة لكن النهاردة الحمد لله برضو مران محسن بيثبت يوم بعد يوم إنه مهاجم من طراز فريد الحمد لله عودت حسين الشاحات للتهديف مرة أخرى ودي عامل مهم جدا بنسبة لنا برضو رمضان الحمد لله هاني سليا سعد كل اللعيبة ناصر كل الحمد لله اللعيبة الحمد لله قد بشكل كويس شناوي برضو أشكرو طبعا على الموقف الرجولي البطولي اللي عمل طبعا وبالرغم كده برضو كان عندنا صغة كبيرة جدا فعالي لطفي لكن الحمد لله دا عهد لعيبة النهارة الهربين إن شاء الله شكرا شكرا مبروك من جديد يا كابتن اسلام ومبرك لكل